صباح الخير صباح النور خير شو اللي ينفيقك بكير ما قدرت نعم شو رأيك بكاسة شاي اه ايه والله مثل العادي ما هيك امك فائد بكير وحضرت سفرة فطور عامرة ايه طبعا صحي وين امك بتلاقيها هلأ مشغولة بالمساج اه ها مظبوط شو رأيك جاهز لك شي لقمة اكلها لا لا يسلموا ما اللي نفس اكل بابا انت منيح نيح لا تخاف علي صباح الخير صباح النور اهلين شو الاب وابنه فائقين بكيروا عم يشربوا قهوة او انت فائتي بكير شكله ما في شي بفائق بكير غير المساج بيقولوا المساج كتير ضروري عالصباح وتحديدا لما تمليش تطلع الشمس جلال انت ليش ما دفعت المساري تبع قصة البيت جلال شبكي ليه صوتك علي حياتي اليك شهرين ما دفعت اجار البيت ليش ما خبرتني انك ما دفعتهم المهم اعطيني لا روح ادفعهم ولازم مر على البنك كمان شو رح تعملي بالبنك يعني شو بدي اعمل بالبنك اكيد بدي اسحب شوية مصاري صحي بابا انا كمان لازمني مصاري بدي اشتري لي كم شغلة اه طيب بعدين بعدين اليوم ما معي خلاص انا بدبر حالي يلا خاطركن لحظة انا بدي اروح معك لانو عندي مشوار بسهلا اجيتي وين بدك تروحي ما قلت لكن انو لازم مر على البنك اليوم استناني لاجيب جنتي تاني واطلع معك مشان اجار البيت انا بكرا بدفعهم اشتركوا في القناة طيب ماشي ما في داعي لحتى تصرخ يا اخي لا تصرخ جلال انت لستك هون ما رحت منكمل حكي بعدين الله معك روح هلا اه ليش ما رحت عالشغلة هلا اه ما في شي حاسس حالي تعباني شوي مشان هيك ما رحت اه والله ما ليعرفاني شو ساير لك بهالفترة زينة اسمعي لازم ننتبه لمصروفنا اكتر لانو عايشين بأزمة والشغل وضعه صعب شوي لانو فيه ازمة اقتصادية بالبلد اه لسه بدنا ننتبه اكتر من هيك من قبل ما حطيتلي شي بحسابي اصلا ما كان فيه غير 4000 ليرة وهلا اخلصوا كلهم طيب ان شاء الله تكوني مشيتي حالك بهال 4000 ليرة تعرف قديشني بكره هالكلمة بعمشي حالك لا تنسى انو انا عندي مصاريف ما فيني استغنى عنه ابدا زينة طيب خلص مو مشكلة رح حاول دبر حالي هالاسبوع بهالمبلغ بس بعدها بتحولي على حسابيها ما قلتلك منحكي بكرة جلال اقبال انا اسف فكرتك حدا تاني عم يحكي انت فيك شي خوفتني لا 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 تشغلي بالك اليوم عاملين حفلة بمناسبة عيد ميلاد لين وعزمين كل رفقاتها وعمفكر نجي نتعشى عندكم اذا فاضين طيب ماشي عم نستناكم عالتسعة منكون عندكم بانتظاركم الله معك جلال منشوفكم المسعة انت بتأمري والله اهلا وسهلا انت بتأمري اقبال خانم شوفي داعي لك لالحكي يا زينا كل القصة عنه اقبال وبكري جايين يسهروا عنا تعرف انه نادية مو موجودة وانا كل المطبخ ما بعرف شوفيه اصلا شوفي يا حضريلك اي شي ما فيني حضر شي واذا كتير حابب تعزمه نطلع نتعشى برا ما معي مصاري ما في داعي لحتى نعمل مشكلة والله ومين اللي عم يعمل مشكلة انا واللي اقبال خانم تبعه هلا هي شو الاعلاقة شلو ما الاعلاقة بس بدا تجي تتعشب تحكي مع ست البيت مو مع جوزة اهل عام لحالة سينيه لا تكبري القصة يا زينا واذا يعني حكت معي حبيبي روح احكي هالحكي لغيري هي اكيد شايفني مو من مقامون شايفي حالة شي شغل كبيرة وما بعرف على شو شوفت هالحال زينا بلا حكي فاضي هلا جلال يكون بعلمك اذا بدك تعشيهم اعزمهم لبرا ماشي زينا ماشي ماشي ما تواخذنا جلال بيك مضطرين نجمد لك كل حساباتك كيف كل حسابي مع الاسف جلال بيك اصلا مبلغ البقيان مو كتير كبير طيب طيب وحسابي الشخصي جلال بيك بعتذر منك حتى حسابك الشخصي جمدوه بس حساب زوجتك لساته متل ما هو ما في داعي اصلا ما بقي شي بحسابها بعتذر منك ما عم فهم ليش يك عم يصير كان هذا اخر امل الي اشتركوا في القناة